اشتركوا في القناة اخرجوا للشوارع واذبحوا العرب الزام شاب عربي بدفع تعويض 200 ألف شكل لناشط في اليمين بعدما وصفه بالنازي اصابت شاب بجراح خطيرة جراء سقوطه من الطابق التالب في مدينة حيفا سلسلة مشاطات في خيمة الاعتصام في قرية بير المكسور احتجاجا على النية لتوسيع الكسارة المحاذية للقرية ولمدينة شفاعمر بعد قليل سنكون مع رئيس لجنة مناهضة الكسارة من دير المكسور واحد الاعضاء في اللجنة من شفاعمر الشاب رازي تاتور من الريني يصرح المعادلة تغيرت وسنخوض انتخابات المجلس المحلي بقائمة عضوية للشباب بعد قليل سنكون في الناصرة للحديث معه ببث مباشر فنانون محليون يرسمون جدارية للفنانة المرحومة ريم بنى في مدينة الناصرة بعد قليل سنكون في الناصرة للتحدد مع الفنان الرسامة ايماني بشارات ببث مباشر ما هو دور لجان السلم الاهلي في فترة انتخابات السلطات المحلية العربية المقبلة عاطف العالم من كفرمندا يجيب عن هذا السؤال واسئلة اخرى لهذا اليوم لجنة متابعة قضايا التعليم العربي تبادر لإقامة منتديات للمعالمين في المدارس وفق اختصاصاتهم بعد قليل سيكون معنا في الستوديو الشرف حسان رئيس اللجنة ببث مباشر الكاتبة ومطورة الصحة عناق مواسم من باقة الغربية تشارك في بعثة لدراسة تطوير الصحة بين الحضارات في الهند بعد قليل ستكون معنا هنا في الستوديو ببث مباشر هذه العنوين في برنامجة اليوم عبر القناة الفضائية ببث حي ومباشر ونبدأ كيف يمكن اشتتاف مظاهر العنصرية وما هي مكانة الكنيسة للعمل على اشتتاف هذه المظاهر هل تساهم بعض التشريعات في ازدياد مثل هذه الحالات ما هو توجه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هذه الايام بكل ما يخص السلطة القضائية هل هناك محاولة لتقييد عمل محكمة العدل العليا وماذا يعني هذا الامر وفي سياق بلداتنا العربية كيف هو حال هذه الايام بما يتعلق بالانتخابات المقبلة علينا كمجتمع عربي هل هناك مساحات للعمل الشبابي وكيف يمكن تحقيق ذلك ما هو دور الشباب في قوائم العضوية والرئاسة في السلطات المحلية العربية حول مجمل هذه التساؤلات وغيرها أستضيف معي هنا في برنامج هذا اليوم النائب دكتور أكرم حسون من حزب كلانو والأخ عمر نصار مرشح لرئاسة بلدية عرابي والأخ منصور دهمشي سكرتير عام الجبهة أخ منصور مساء الخير أهلا وسهلا بك أخ عمر مساء الخير أهلا وسهلا بك والنائب دكتور أكرم حسون مساء الخير مساء النور حريم أبدأ معك أخ عمر نصار يعني لا زالت تتجلى مظاهر العنصرية في المجتمعين في المجتمع العربي وحتى في المجتمع اليهودي حالة من الحالات إلزام شاب عربي يدفع 200 ألف شكل لنشط في اليمين هو نشط في اليمين بعد وصفه بالنازي وحالة أخرى أيضا تتعلق بتحريض لشاب يهودي عبر شبكة الإنترنت يعني أنت إذا أردت أن تربط هذه الحالات هذه المظاهر العنصرية ما هي أسبابها؟ يعني هل السبب هو السلطة التشريعية؟ هل السبب هو السلطة التنفيذية؟ هل سلوكيات الناس؟ شو؟ باعتقادي أن السبب الأساسي هو السلطة التنفيذية المتمثلة بحكومة إسرائيل التي تشكل دفيئة خصبة لمثل هذه التوجهات العنصرية والتيارات العنصرية إن كانت على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي في المجتمع اليهودي وهذا يتجسد من خلال ممارسات وتصريحات المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والتي كانت أخرها تصريح وزير الحرب فيكدور ليبرمن عن وصفه لكل المواطنين في قطاع غزة بأنهم ليسوا أبرياء وهذا الاتهام الجارف لجميع المواطنين في قطاع غزة وقبل ذلك كانت له تصريحات عن المواطنين العرب في الداخل عندما دعا إلى مقاطعتهم اقتصاديا وإلى عدم التعامل معهم أضف إلى ذلك أيضا تصريحات التي يطالعنا بها وزير الشرطة من حين إلى آخر ضد نواب القائمة المشتركة وآخرها كان التصريح ضد أيمن عودي ويمكن القول أنه يهدر دم النواب العرب في الكنيسة ولبرمن يهدر دم أبناء شعب بكامل إذن الجو السياسي العام ينعكس على سلوكيات المواطنين لا شك أن الجو العام ينعكس ويؤثر على الناس العاديين في الشارع اليهودي لجهة تنامي المظاهر العنصرية وهذا يقود البعض في نهاية المطاف إلى المبادرة إلى القيام بأعمال وليس فقط إلى التصريحات خذ أيضا حادثة إحراق المسجد قبل أيام يعني الحدث مصور ويتم إحراق مسجد وكتابة شعارات عنصرية والأهم من ذلك كله أن مثل هذه الأحداث لا تتابع ولا ينزل العقاب بحق الجناة وهذا بحد ذاته يشكل تشجيعا للآخرين على المضي في هذا الطريق أنا دكتور أكرم حسون هل الخطوات الآن التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية وأنت جزء من هذا الاتلاف بقضية تقييد صلاحيات محكمة العدل العليا يعني القانون قانون فقرة التقييد سيتم وضعه بعد دورة الصيف سؤالي لك هل مثل هذه الخطوات والخطوات التشريعية يمكن أن تنعكس على نبض الشارع الإسرائيلي بشكل عام ويمكن أن يكون هناك حالات أيضا فردية في مجتمعنا العربي بشكل خاص للأسف الشديد هناك تأثير كبير جدا على الشارع العام عربا ويهودا يعني بالأمس كان لنقاش مع امرأة يهودية من حيفا تقول ضد رئيس حزبي أنه من هؤلاء الذين يحافظوا على كرامة المحكمة العدل العليا وأنا أقول لها يعني يجب علينا أن نحافظ على محكمة العدل العليا لأنها هي الوحيدة اليوم المحكمة الوحيدة اللي ممكن تعطينا أول إشي قرارات ديمقراطية وإنسانية تحافظ على كرامة المواطنة إذا كان عربي ولا يهودي ولذلك ممنوع أن نتدخل في موضوع محكمة العدل العليا ولكن الشارع في إسرائيل كذلك لدى اليهود يقول يجب أن نضع حدا لمحكمة العدل العليا أنا أقول أن الخطام السياسي أصبح مكسب سياسي للسياسيين والأحزاب للأسف الشديد وهذا يعني على حساب أسس النظام كنظام بيمقراطي على حساب أسس النظام وهذا كمالك أدى إلى خلل في الثقافة العامة للمواطن العربي واليهودي وأنا طبعا أرفض العنصرية من قبل الطرفين لأنها لا تولد إلا الكراهية والبعد ومشاكل نحن بغنى عنها برأيي كذلك يجب علينا أن نجسد الثقافة من أجل الحوار والتسامح والمحبة ابتداء من روضات الأطفال في مدرسنا يجب علينا أن لا ننجرف وراء هؤلاء المتعصبين والمتزمتين الذين يجلبون لنا العار والمشاكل في كل المجال أدى سألك أخبان سردامش أنت سكرتير عام الجبا الجبا حزب يهودي عربي يعني لابد في مثل هذه الحالات أن يكون تكاتف تشبيك بين يهود يساريين معتدلين كنت أقول وحتى عرب الذين يؤمنون بالتعايش بين هلالين في هذه الفترة هنا في البلاد في موضوع مكافحة العنصرية هل هناك خط لبرامج معينة رسم لرؤية مستقبلية في هذا الجانب؟ بدون شك نحن في الجبهة نعمل ليلة نهار على توسيع هذه الشراكة بين المجتمع الإسرائيلي للأسف في الفترة الأخيرة الحيز الديمقراطي في دولة إسرائيل بشكل عام هو في حالة انعدام تقريبا وتضييق أكثر من ذلك أنا أقول بشكل صريح أن إسرائيل تتجه نحو الفاشية وهذا ليس شعار يعني كان قبل أكم سنة ممكن نكون شعار اليوم هناك ممارسة على أرض الواقع تحديد صلاحيات المحكمة العدل العليا هو تراجع كبير جدا للحيز الديمقراطي هو دخول في مصار الفاشية هو دخول في مصار الحكم الواحد الدكتاتورية لبن يمين نتنياهو وزمرته اليمينية المتطرفة الجو العام الموجود في الشارع الإسرائيلي هو يتجه نحو التطرف أكثر فأكثر والمظاهر العنصرية والفاشية ما هي الآن وسائل النضال الحقوقية والتشريعية وبناء على ما تفضلت المتاحة أمام النواب العرب في القائمة المشتركة بناء على ما أنت ذكرت بدون شك هناك يجب التصدي أولا وقبل كل شيء لأي تشريع يضر بالديمقراطية ويضر في مصطحة محكمة العدل العليا وما إلى ذلك وأنا أعول على كل النواب العرب ليس فقط في المعارضة إنما أيضا في الإتلاب وأنا عاتب جدا على كحلون وجماعة والدكتور شو العتاب للدكتور؟ يا موجود معنا لأنه موجود معنا نستغل الفرصة إنه يجب أن يقفوا سدا منيعا أمام هذا التدهور الفاشي وأنا أقول بشكل واضح هناك تدهور فاشي ونحن نشعره يوما بعد يوم أكثر من ذلك حتى من الوسط ويسارا أصبح قريب جدا من الممارسات الفاشية والعنصرية والقوانين العنصرية التي تسن اليوم في إسرائيل هي بأكثر فترة من ناحية نسبية أكثر فترة تم سن القوانين وهناك على فكرة يعني دراسي اللي صدرت وعلى السعداء أن أبعث لك إياه ووصلت قبل يومين أبعث لي إياه على القضية سن القوانين العنصرية والفاشية في هذه الفترة بالذات أكثر نسبة بتاريخ دولة إسرائيل بدأ أعطيك أخ عمر نعم سوى ترد أنا أقول أنه الوحيد اللي بيستحق شهادة التقدير هو موشي كحلون وحزب كلنا لسببين السبب الأول أول اقتراح قانون اللي هو الاقتراح القانون الفرنسي اللي بيمنع التحقيق مع رئيس الحكومة من منع هذا القانون كان موشي كحلون حتى في ثمن الذهاب إلى الانتخابات ولذلك أبطلنا هذا القانون القانون الثاني عندما أرادوا سم قانون اللي بنسميه تمرير الأمور بجانب محكمة العدولية بدون التطرق إليها اللي هو عكيف باقاتس واللي قام بهذا العمل الاتفاف على المحكمة العدولية اللي قام في توقيف هذا القانون هو موشي كحلون في جلسة الحكومة لكن كان في تسوية بين وزير المالي ورئيس المقبلة حول هذا الموضوع لغاية الآن وفي هذا الأسبوع الوحيد اللي هجم من قبل جميع الكتل الاقتلافية كان موشي كحلون لأنه قال لن أعطي أي فرصة لأي إنسان أن يمس محكمة العدل العليا بالنسبة لي هذا خط أحمر فلذلك يعني مهم جدا الأخي منصور يعرف أنه نحن نقوم بعملها يومية بس جملة أنا موافق على كل كلمة حكيتها ولكن بالمقابل هناك قانون القومية لم تحركوا ساكن هناك قانون التسوية لم تحركوا ساكن هناك قانون الآذان اسمح لي لم تحركوا ساكن وهذه قوانين عنصرية فاشية من الدرجة الأولى خليني جاوبك بصراحة أنا أقول لك العضو الكنيسة لا يكفي أن تكون سادة أما القانون وتترك عشر القانون يمره القائمة العربية بتشهد أكرم حسون في سنة واحدة يعني ثمان مرات صوت ضد الإتلاف في قانون الآذان صوت ضد الإتلاف والإشي الثاني اللي منع قانون القومية لغاية الآن اللي منعوا حزب كلنا لأنه أنا أتيت للحزب وقلت لا يمكن أبدا أن نصوت هذا القانون واخترحنا قانون خليني بدأ بدأ أرضيك نعم واخترحنا قانون ثاني وأخذنا من اللي كود بين بيجل وسبع أعضاء من حزب كلنا وقدمنا قانون آخر شو بتقول لا شك لا شك أن هناك تفاوتا في أداء أعضاء الكنيسة أو النواب على اختلاف انتماءاتهم الحزبية في البرلمان نحن الآن لسنا بصدد تقييم أداء النائب أكرم حسون إنما بصدد تقييم أداء هذه الحكومة الفاشية التي تقود البلاد نحو الأبرتهايد لا أعتقد أن هناك اثنين يختلفان في أن عدد القوانين ونسبة القوانين العنصرية الفاشية ذكر هنا قانون الأذان وذكر قانون القومية وقوانين أخرى عديدة وكثيرة ليست هناك حكومة منذ قيام الدولة حتى الآن هل هناك؟ أنا سؤالي لك أخو في ظل ما أنت تتفضل به أو على هامش ما أنت تتفضل به أنا سؤالي هل هناك خطوات برلمانية احتجاجية مبدعة خلاقة لدى البرلمانيين العرب عدا عن كونهم أعضاء كنيسة في داخل السلطة التشريعية لا شك أن أعضاء الكنيسة العرب يعني كلنا نعرف أن إمكانيات تأثيرهم لجهة تغيير سن هذه القوانين أو موجة سن القوانين إمكانياتهم محدودة نسبيا ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكنهم التأثير يمكنهم التأثير من خلال اللجان المختلفة ومن خلال التوجه إلى محكمة العدل العليا ومن خلال التعاون أيضا مع مركبات في الائتلاف الحكومي لصد هذه الموجة الجارفة التي يقودها رئيس الحكومة وبعض الوزراء المتطرفين في حكومته والتي جعلت وضعت هذه الحكومة الحكومة الأكثر تطرفة في تاريخ هذه الدولة كيف تقيم اللي تفضل فيه الأخ عمر هناك توجه إلى المحافل الدولية وعلى رأس هذا التوجه الدكتور يوسف جبارين توجه إلى الأمم المتحدة وإلى المحكمة العدل الدولية وقدم اقتراحات عديدة حول ممارسات إسرائيل وسنة لهذه القوانين وهو يتواجه على استعداد أن يقوم كان في زيارة للأمم المتحدة وهو الآن في صدد الذهاب إلى جنيف من أجل أن تتدخل لأن إسرائيل على فكرة موقعة على المثاق الدولي أن تتدخل الأمم المتحدة في وقف هذه القوانين العنصرية بالإضافة طبعا للعمل البرلماني اليوم على الصعيد رحب فيك الناب دكتور أكرام حسون نخرج لفاصل من ثم نعود ونواصل مع هذا الموضوع وأيضا سأتطرق بعد الفاصل لدور الشباب في انتخابات السلطات المحلية العربية وأيضا ما الذي جرى مع أهالي أم الحيران قبل التوقيع على الاتفاقية اتفاقية نقلهم إلى حي 12 في حورة سنتطرق لهذين المحورين بعد الفاصل عدنا من الفاصل نتواصل هنا من خلال برنامج هذا اليوم عبر القناة الفضائية لبث حيوم مباشر إلى موضوع يتعلق بخوض الانتخابات من قبل قوائم شبابية للعضوية الشاب رازي تطور من القيادة الشابة في الريني يصرح المعادلة تغيرت سنخوض انتخابات قرية الريني بقائمة شبابية للعضوية كيف أتت هذه المبادرة وما هي ردود الفعل حول هذه القائمة الشبابية في قرية الريني ننتقل إلى مدينة الناصرة بالصوت والصول مباشرة للتحدث مع رازي تطور عضو في قائمة الشباب للعضوية في الريني أخي رازي مساء الخير مساء الخير لك أخي بلال والعموم المشاهدين والمشاهدات نعم إذن رازي يحدثني عن قراركم أنتم كشباب خوض هذه الانتخابات يعني انظر على الصعيد العام هناك ما يدعي للتفاؤل داخل الريني وداخل بلدتنا العربية بالإجمال هناك تحركات شبابية في الريني أنا لا كنت أسميه تحرك شبابي أكثر هو يعني من خلال خطابه وتحرك شبابي صحيح لكن هو من خلال خطابه يخاطب الناس كل الناس كطبة وأيضا يخاطب يعني شرائح واسعة من شبابنا يتبنى خطاب واعي عصري وأيضا يحترم عكل ووعي الناخب ووعي المواطن يعني نحن جدا بحاجة الآن لوجود هذا العنصر الشاب التحدي هو ليس بالسهل لكن نحن نرى بهذا التحدي وبكل صعوبة هناك فرصة يعني كل محاولات تكميم أفواه شبابنا كان هناك حاجة لنفرض ذاتنا بالأساس لنقول نحن هنا نحن هنا استطيع لدينا على صعيد الريني لدينا كيادة شابة يعني على الصعيد أيضا الكطري يحتذا بها وتكون تغيير كبير يعني الآن يجب أن تأخذ دورها داخل الريني كنا لنفسنا أنه يجب أن نخذ دورنا لا يمكن تحييدنا جاذبا لنحن لن ندور في التغيير وفي التأثير يعني أستغرب أيضا عندما يتم يعني أتردد على كثيرا على مسامع في الفترة الأخيرة من قبل بعض النخب السياسية التي يعني تنعتنا بالأولاد يعني يعني بالأساس يعني أنا أقول أننا كدنا تغيير كبير على المستوى الكطري ونقول يعني أنظر هنا المفاركة أخي بلال يعني عندما يطالبون الشباب بمنحهم ثقتهم هؤلاء كنفسهم النخب السياسية وبالمقابل يعني لا يثكون بقدراتهم على كيادة دعنا كل العمل البلدي يعني هنا مفاركة يعيها جيدا شبابنا وأنا من هنا من خلال شاشتكم الموكرة أدعو تلك النخب السياسية إلى مناظرة علنية ولتشهد الناس وتحكم من هم الأولاد بالنهاية وإذا كنا فعلا نحن أولاد لدينا شباب واحدين لدينا شباب أنت تقول النخب السياسية من تقصد بالنخب السياسية يعني أنت تدعوهم لمناظرة طبعا طبعا هاي الدعوة مفتوحة وأهل وسألة فيكو من تقصد بالنخب السياسية شكرا يعني هناك كوائم منافسة هناك يعني كوائم التي يعني دعنا نقول تنتقد بالأساس حتى حتى خطابنا خطابنا نحن نتبنى خطاب نسوي في تاريخ الريني لم يتكون أي قائمة كتبنت خطاب نسوي هناك يعني تحدي كبير صحيح خطاب يعني خطابنا دعنا أقول منطقة أكثر يخاطب الناس وقد يصعب على البعض من تلك النخب السياسية هذه الصحوة يعني أنا أقول لك يعني هذه الصحوة غريبة من نوعها يعني نحن يرون بنا كشباب تهديد حقيقة على مستقبلهم السياسي ولكن أنت حسيت رازي بس خليني أفهم منك يعني أنت بتقول كم أفواه وبتقول النخب السياسي وبدعيكو لمناظرة وحلو هذا دم الشباب الحامي وإثبات ذاتكو يعني كيف تترجم لي قضية كم الأفواه ووضع الحواجز أمامكو شو صار معاكو بالزبط؟ يعني أنا أنظر أنا على صعيد شخصي رازي على صعيد شخصي كنت لسنوات طويلة في العمل الطلابي يعني كنت أيضا وعد أن أكون تغيير كبير أكون أنا بمستوى الكتري وعندنا في الداخل على المستوى المحلي كانت محاولات كثيرة وضمن أننا يعني دعنا أقول على تواصل تام مع كل شبابنا في الرينة ولنا يعني تحركات هنا وهناك وكانت محاولات لتقييد هذا التحرك دعنا أقول لتحييدنا جانبا أنكم أنتم أولاد وعمليا لا تكون دون أي تأثير ودون أي جدوى وإلى آخره فنحن كنا أنفسنا يعني أتى الوقت أن نثبت ذاتنا نعم أخ رازي تطور من القيادة الشابة في الريني الرسالة وصلت للنخب السياسي أنتم مدعوون لمناظرة هنا في برنامجة اليوم مع القيادة من الشابة في الريني شكرا جزيلا رازي شكرا جزيلا لك يا خبير نعم إذن لدينا شباب لدي طموح هذا يعني جيد هذا يدعو للتفاؤل لرؤية مستقبلية الشاب رازي تطور من الريني يقول نحن هنا ليس رازي تطور وحده في الحقيقة أن هناك أصوات شبابية تسمع بشكل متواتر في الآونة الأخيرة في مدننا وقرانا وهذا ينبغي أن يستدعي منا جميعا وقفة وأن نتوجه إلى هؤلاء الشباب وأن نستمع إليهم وأن ندرك أن هناك ما يقلقهم هذا ليس صدفة ويعني خروج الشباب وإطلاق هذه المبادرات لم يأتي صدفة إنما هناك حالة تقض مضجعهم وتدعوهم إلى التحرك وهذا بحد ذاته ينبغي أن يحركنا نحن لفحص ذاتنا ولفحص واقعنا هذا من جهة من جهة أخرى أنا أقول أن هذه الأفكار جريئة ويجب أن نحيي هؤلاء الشباب على أفكارهم الجريئة وعلى هذه الخطوة الجريئة الساعية إلى إحداث تغيير وإلى طرح بديل هذا يجب أن نحييهم عليه والنقطة الأخيرة التي أريد أن أقولها هي أننا نرى لهؤلاء الشباب أن يكونوا الوضع المثالي وأن يكونوا مؤطرين حزبيا لا أن يكونوا أفرادا لا تجمعهم أي مرجعية أو أي إطار أو أي إطار حزبي وليس فقط مجرد صوت انتخابي أنا أبدأ أسألك الناب دكتور أكرم حسون يعني لفت مسمعي وحتى نظري من خلال ما تفضل به الشاب رازي تطور شو قال؟ يعني كان في محاولات لكم الأفواه وحتى بتطلعوا علينا كأولاد مع أنه أكثر من نصف المجتمع هم الشباب هم عماد المستقبل هم الرؤية المستقبلية كيف يترجم هذا الموضوع؟ كيف تترجم هذه القضية في انتخابات السلطات المحلية المقبلة؟ أخي بلال أنا أبين 29 سنة كنت قائم بعمل رئيس مجلس محلي دالة الكرمل وأنا يعني بشعر شو بشعر الشاب رازي أولا أقول لك أن هؤلاء الشباب هم مستقبل مجتمعنا يجب علينا تشجيعهم وإعطائهم الإمكانية لأنهم أذكى منا هذول شباب التقنيات والهايتك اللي عندهم كل الإمكانيات اليوم يتقدموا ويخدموا ولذلك أنا أقول يجب علينا تغيير الانتخابات العائلية التي دمرت قرانا لم تقدمنا أبدا هناك عنصرية في داخل القرانا من ناحية عائلية واحتكار للمجالس المحلية وهذا يعود بالسوء علينا نحن مجتمع ديمقراطي يجب علينا أن نعطي ونقدم الشباب بالنحية ثانية أنا أقول يعني الشباب اليوم مشرحين يعني يتنازلوا عن حقهم أنه إلهم مكاني في كل بلد يجب إعطائهم مؤسسات ثقافية تربوية رياضية إعطائهم مستقبل لبناء يعني شقق سكن للأزواج الشابة نحن نشوف أنه فيه تقصير في العديد من القرى والمدن ولذلك هناك خيبة أمل كبيرة جدا لدى هؤلاء الشباب فحان الوقت أنه تكون كذلك القيادة بأيدي الشباب كيف يمكن منح الفرصة لأيدي الشباب؟ نحن نعرف برشحين للرئاسة وقوائم عضوية بناء على المبنى أو المنظوم العائلية الحمائلية تقول نحن مع الشباب ولكن نحن مع الشباب ما بتكفيش كيف بحكي؟ صحيح أنا أولا أحيي الأخراز تطور وأنا أقول بشكل قاطع مش بدعي لمناظرة بدعي للانخراط بالعمل وأنا أولا من يدعمه ويشد على أيده أنت بتحبب مناظرات أنا أعرف أنا أحكي القضية مش قضية مناظرة ولا قضية شعرات القضية هو تنفيذ ما قاله رازي على أرض الواقع وإننا نحن بالجبهة على استعداد تبني كل الأفكار التي أتى فيها رازي وترجمتها إلى خطة عمل نحن في الجبهة نحتوي على مجموعة شباب واسعة جدا نعطيهم أولوية أكثر من ذلك حتى في دستور الجبهة هناك بند خاص لقائمة الشباب اللي هن لغاية سن 34 أنه يستطيعوا أن يكونوا جزء من سكرتارية الجبهة بشكل مباشر من أجل إتاحة الفرصة للشباب الإنخراط والتأثير أكثر من ذلك أنا أقول بشكل قاطع أنه كل قائمة في الجبهة كل قائمة في كل البلدات العربية نحن نتوجه أن تنخرط فيها مجموعة النساء والشباب على حد سواء وسنعمل على أن يكون هناك تمثيل في داخل القوائم وهذا جزء من سور الجبهة بالنسبة لما تقدم في رازي بنهب هذه الجملة بقول بشكل قاطع أي شاب مثل رازي مرحب فيه وباقتراحاته ونحن نتحدى أن نتبنى كل اقتراح عملي من أجل أن يكون فعلا لبناء المستقبل لأنه هن فعلا هذول مستقبلنا وهذول الأجهال الصاعدة اللي احنا بدنا إياه نكون وعيين ونشطين وجزء من العمل رح أرجع لك أخي عمر بدي أخذ رأيك بموضوع أم الحيران ناب دكتور أكرم حسون يعني الدائرة لم تغلق حتى الآن من موضوع أم الحيران أنا تناولت هذا الموضوع هنا في برنامج هذا اليوم ولكن حتى الآن الحقيقة ما جرى حول هذا الاتفاق ليست واضحة للجمهور العربي وأنت لديك معلومات ما الذي جرى؟ أنا أتعامل مع هذه القضية منذ سنتين التقيت مع العديد من الأهالي واللجان لأم الحيران وكان لي اقتراح مع يودك من الليكود واجتمعنا مع الوزير أوري أريئيل وزير الزراعة اللي هو مسؤول عن كل ما يتعلق بإخواننا البدو في منطقة الجنوب برأيي كان هناك فشل كبير جدا في التعامل مع أهالي أم الحيران كان فشل من قبل الحكومة وكذلك كان في بعض الفشل مننا كأهالي وكمسؤولين على سبيل المثال كان هناك اقتراح محترم جدا لبعض الرؤساء وخاصة لرئيس من الأخوة البدو ولكن رفض هذا الاقتراح وهذا عقد الموضوع أكثر اقتراحنا كان أن يقوم بلدة قرية صغيرة بجانب أم الحيران لكل هؤلاء الأخوة طب لماذا تقوم بلدة مجاورة مدان في بلدي؟ يعني هذا ليس منطقيا نحن حاولنا ولكن بما أنه ما قدرنا نقنع بالإقامة هاي وقال أنه فيه اتفاق مع السكان عام 59 أو بعد 59 أنه هذه الأرض ليست ملكية لهم وإنما أرض مؤقتة لكي ينتقلوا إلى مكان سكن دائم ولكن في نهاية القريق نحن بهمنا أنه تقوم قرية مع كل الميزانيات مع كل المساعدات مع كل الخدمات لها ولا لأنه إخواننا البدء هون مواطنين يستحقوا كل هذه الخدمات في دولة إسرائيل هل تم استخدام نظرية فرق تسود في أوساط أو بين أوساط أهلنا في أم الحيران في موضوع التوقيع على اتفاقيات؟ حتى لو استغلها أنا أقول يعني كمان نحن كمواطنين في أم الحيران كان فيه ذنب عليهم يعني قسم منهم من الأول وافق ووقع على اتفاقيات مع المديرية البدء القسم الثاني ما نحن قسم منتقل ما أنا شفت الاتفاقية الأولى لبعض العائلات اللي انتقلت القسم الثاني أبدأ استعاده الأهالي الأنشوالي ذنب تم استدراجهم وتم الضحك عليهم أصلا الاتفاق مع أهالي أم الحيران هم كانوا بالأساس بضواحي بير السبع وراهط وبناء على اقتراح الحكومة تم نقل إلى أم الحيران لحظة شوي والاتفاق معهم من قبل حكومة إسرائيل أن ينتقلوا ويسكنوا في أم الحيران بناء على توقيع اتفاقية اليوم يريدون اقتلاعهم بعدما هم اللي أعطوهم المكان واستوطنوا هناك وأقاموا قريتهم الآن يريدون اقتلاعهم من هذه الأرض ودخلهم إلى مكان آخر كيف زرع العصرية والفاشية في هذا الموضوع أنهم يريدون اقتلاعهم من أم الحيران من أجل بناء مستوطنين نحن نتخيل مش القضية هون أنا لا بدنا ندخل في حوار مستوطنة حيران نتخيل أخي مسور أنا بيحكي عن واقع علجته مع أهل أم الحيران واللجنة لأهل أم الحيران ما بيحكي على واقع سياسي ولا حكومي ولا إلى آخري أنا من الإجابة الحكومة اتجاه أهل أم الحيران وأصدرت وكتبت عدة مكاتب وتوجهة لرئيس الحكومة وأهل أم الحيران بيشهدوا على ذلك أنا بقول أهالي أم الحيران أما حتى في واقع فيه أشخاص يتوافق على الانتقال القسم الأول وافق على الانتقال القسم الثاني قام بحوار مع مدرية البدو في النقب للانتقال والقسم الثالث لم يوافق ونحن وقفنا مع القسم الأخير الثالث من أجل حل القضية ولكن أنا بقول كذلك حدث هناك خطأ أنه ما فيه كان وحدة صف وكلمة من جميع أنا أقول أن قصة أم الحيران هي أحد تجليات العنصرية والفاشية لهذه الحكومة وذلك يتجسد من خلال عدة جوانب يعني يقول النائب أكرم حسون أن هناك اتفاقا بانتقال هؤلاء لأنهم هؤلاء سكان أم الحيران لأنهم يسكنون على أرض ليست بملكيتهم يا سيدي أنا أتفق تماما مع هذا الكلام وأنا أتوسل وأرجو أن يعيدوا كل مواطن إلى الأرض التي كان يملكها وكل فلسطيني وكل عربي في هذه البلاد إلى الأرض التي كان يملكها إذا كان هذا هو المبدأ فهو مقبول اثنين هناك قريتان في الشمال اقرث وكفور برعم اقتلع سكانهما منهما والأرض بملكيتهم فليعيدوهم إلى الأرض التي بملكيتهم ثلاث سكان أم الحيران سينقلون رغما عنهم إلى مكان آخر لكي تقام مكان قريتهم قرية حيران أو بلدة أو مستوطنة حيران يعني ما هي الحكمة من كل هذه القضية إن لم يتكن العنصرية والفاشية سنتابع دائما هذه الموضوعات شكرا جزيلا لكم نخرج الآن لفاصل من ثم نعود ونواصل موضوع قضية أخرى كونوا معنا موسيقى عدنا من الفاصل وصل القناة الفضائية هذا اليوم فيديو يوثق عملية اعتقال الشرطة لمعلم مدرسة في قرية بير المكسور وكما يعني يظهر من المشاهد بأن المعلم يبكي ويصرخ وعلى إثر هذه الحادثة وصلني الآن للتو تم إعلان الإضراب في المجلس المحلي وفي مؤسسات بلدة بير المكسور لمدة ساعتين إذن فيديو يوثق عملية اعتقال معلم في إحدى المدارس في بير المكسور المعلم يصرخ ويبكي لابد من الإشارة هنا أيضا أنه حتى الآن لم يصل أي رد أو تعقيب للشرطة الإسرائيلية حول هذا الموضوع في حال وصول الرد سنقوم بعرضه أيضا على الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في سياق المتصل لما يجري في بير المكسور وشفى عمر ما هي النشاطات لأهالي بير المكسور وشفى عمر المتعلقة بالكسارة المحاذية للبلدتين هل هناك نية لتوسيعها وما هي المدار التي يمكن أن تسببها للأهالي معنا هنا في برنامج هذا اليوم خضر الطيب رئيس لجنة مناهضة الكسارة وعضو مجلس سابق في بير المكسور وأيضا هنا يتواجد معي محمد نعمي عضو لجنة مناهضة الكسارة من مدينة الشفى عمر أخ خضر مساء الخير أخ محمد مساء الخير وصلني منك المعلومة إذن تم إعلان الإضراب لمدة ساعتين في المجلس وفي مؤسسات بير المكسور لمدة ساعتين على إثر هذه الحادثة ماذا وصلك من المعلومات دون تفاصيل عن المعلم إذا في إمكانية ودون تفاصيل عن المدرسة أول شيء تصحيح المعلومة من الاعتقال المعلم مش في المدرسة الاعتقال المعلم في شارع رئيسي من البلد ولكن يؤسفني أنه شرطة لابسة زي قانوني ولكن هي تخالف القانون شرطة تخدم المواطن حضرة لتكاي تخدم المواطن ولكن هي تطحن المواطن فهذا عمل بربري هذا يدل على عنصرية الدولة هذه ويدل على التصرف الغير لائق اللي تمت في الشرطة طيب يعني هذا يبقى عمل فردي ننتظر الردوة التعقيب ولكن الآن كيف أنت قلت أنه المجلس أعلن الإضراب لمدة ساعتين أعلن الإضراب 100% نعم أنا أريد أنتقل لموضوع الكسارة إذن أقيمت لجنة لمناهضة الكسارة يعني الآن أقمتم أيضا خيمة اعتصام كيف أنا وصلني شو طلباتكم إحنا طلباتنا أول شي ما تتكبرش الكسارة مساحة الكسارة ما تكونش في تأخذ مساحة مجرأة أكبر من المهي موجود اليوم الكسارة اليوم موجودة على حدود معينة واليوم أجدت مدري دارة إسرائيل التي تريد أن نوسع حدود الكسارة وهذه الحدود تصل للأسف لمناطق بير المكسور وأنا نتحدث عن الجهة الشمالية الغربية لبير المكسور والجنوبية الغربية لمدينة شفاعمر الشمالية الغربية الشمالية الجنوبية لشفاعمر الشمالية الغربية عندكم والجنوبية الغربية لشفاعمر لك أن وصلني منك المعلومات اليوم إذن يعني مدأتم بنشاطات سلسلة احتجاجات ومن ضمنها إقامة خيمة اعتصام في تواصل مع المسؤولين حول هذا الموضوع إحنا في عنا خطوات خطوة الأولى كانت اللي هي خيمة الاعتصام ولكن فيه بالتزاوى في التزاوى في عنا القضاء إحنا رحينا عن القضاء من ناحية قانونية إصدار أمر احترازي إنه ممنوع يكون فيه توسيع هي وجودها اليوم وين هي موجودة هي ضرر وقافة عبير المكسور عمواطنين بير المكسور وماذا يقول أهلنا في شفاعمر يتواجد معنا محمد نعمي عضو لجنة مناهضة الكسارة أنا تابعت أيضا كل الفيديوهات اللي أرسلتها أنت خضر وفيه كما يبدو أيضا رئيس بلدية شفاعمر هو يدعم المجلس المحلي يدعم هذا النضال للأسف إيش للأسف على بلاطة للأسف معروفة في الدولة هذه أي كل إنسان حتى مواطن يساوي رخصة للعمار بدأت تخذ له سنتين ثلاثة هذه الخطوط اليوم لما أجدت تتوسع الكسارة أو دارة إسرائيل إذا تعطي توسيع للكسارة هذه لابد كان فيه خارطة توجهات إلى لجنة التنظيم ولازم يكون فيه اعتراض تبعت أنه فيه اعتراض هنا استنتاجات هنا أنا في البرنامج بهمني حقائق نستنتج بنقدر نستنتج الحقائق الحقائق تقول ما كان فيه اعتراض من ناحية المجلس مش لأنه المجلس ما يعترض ولكن الأوراق الرسمية ما وصلت للمجلس عساسا يدرس أخي محمد نعمي إذن ما هي طلبات الأهل في شفا عمر طلبات البلدية بهذا الموضوع أنا كمواطن من شفا عمر بطالب بتسكير الكسارة اللي هي عبئ كبير كبير على أهلنا في المنطقة الشرقية من شفا عمر يعني أنا بعد حالي مواطن شفا عمري ككل ولكن بدي أحكي باسم أهل شفا عمر إحنا بالحارة الشرقية نصف مدينة شفا عمر معدومي إنها تفتح شباك حتى يعني تلاحظون إنه فيه غبار كثيف جداً يأتي لجهاتكم جداً بشكل لا يصدق وإنت حسب الفيديو نحن نشاهد الآن نشاهد الفيديو الغبار في هذه المنطقة هذا يوضح لك الحقيقة وهاي الحقيقة إحنا بشفا عمر اعملنا وطالبنا بلدية شفا عمر على بزمن الأستاذ ناهد خاشن إن هن يفتحوا الشارع الشرقي وفتحوا بمبلغ لا يستهان فيه حط يشكيعوا يعني استثمروا استثمروا به 800 ألف شكل نعم وفتحناه فتحناه وكان شارع جداً جميل ومدخل شرقي رسمي للبلد ولكن اليوم إذا أنت بتمرؤ منه بتفوت عليه بتقول أنت فايت على كسارة مش على مدخل مدينة رشفا عمر استاذ خضر يعني هل تم التواصل هنا منحكي عن أضرار بيئية هل تم التواصل لجمعيات بيئية هل تم التواصل مع وزارة البيئة حول هذا الموضوع هنا منحكي عن صحة مواطنين أيضاً 100% احنا اليوم حكينا أنه فيه مصار قضايا والجمعية اللي عمل تدير شؤون من ناحية قضائية ولكن من ناحية الكسارة ككسارة وأضرار الكسارة على المواطنين شي مرعب ومخيف بلدنا اليوم في المكمان في حي المكمان من بير المكسور أكبر نسبة أمراض سرطانية أكبر أمراض مزملة من ناحية ربو من ناحية حساسية يعني أنت لما فيه تفجيرات بالكسارة محادية بحد البيوت تخيل أنت شو ابنك بده يصير فيه تخيل مرتك شو بده يصير فيه في أصوات 100% البعد 200-300 متر 400 متر لما يصير فيه تفجير تخيل فيه عندك أطفال شو بده يصير فيه فالمستوى اللي احنا عايشين فيه والحال اللي احنا عايشين فيها يعني إشي محزن وبنفس الوقت انت عايش في دولي بتعد حالها بتعد حالها اسمح لي شوي اسمح لي شوي تأكمل بتعد حالها دولة دموقراطية ولكن للأسف لما نصل عند العرب ما في دموقراطية أنا سأتابع سنتابع نحن هنا في القناة الفضائية لهذا الموضوع شو التطورات أيضا مع ناشطين ومعكما شكرا جزيلا لكم بهذه المرحلة شكرا جزيلا لكم خليكم عيدة في إمكانيه إلى موضوع التربية والتعليم ما هي آخر نشاطات لجنة متابعة قضايا التعليم العربي والتي تعتمد على إقامة منتديات للمعلمين في مواضيع اختصاصهم الاختصاص المتنوعة أستضيف معي هنا في برنامج هذا اليوم شرف حسان رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي أخ شرف مساء الخير مساء الخير إلى كل جميع المشاهدين نعم يعني نعلم أنه كان فيه منتدى لمعلمية المدنيات وتبعت موضوع كتاب المدنيات كثيرا حتى وصوله لمحكمة العدل العليا وأحد الشخصيات كان بروفوسور أسعد غانم في هذا الموضوع الآن لديكم أيضا مبادرات لقامت منتديات أخرى لمعلمين حسب اختصاصاته صحيح واحدة من مشاكل قضايا التربية والتعليم هي مضامين التربية والتعليم في المدارس العربية مضامين اللي بتتجاهل الهوية الفلسطينية بتتجاهل احتياجاتنا كمواطنيين عرب المعلم العربي يعني عمليا هو مجرد أداء بمرئ مادة وطلاب يصوفي امتحان وهذا هو إحنا في لجنة متابعة قضايا التعليم نشوف أنه الموضوع المفروض هذا يتغير تغير بعمل على جبهتين أولا مقابل الوزارة المعارف يجب متابعة المطالب التي نطالبها والنضال مقابل الوزارة ولكن بالأساس الاستراتيجية التي نطرحها اليوم هي العمل مع المعلمين العمل مع الحقل مع القاعدة يعني نحن نعتقد إذا المعلمين علموا المادة بشكل آخر أو زراعنا عندهم نوعي وتسيس للوضع ممكن أن هذا يحدث نقل نوعية في طريق التدريس المادة وفي مضامين ممكن يوم معلمين بد المحفزات واضح والمعلمات برضو بد المحفزات نعم يعني عمليا المحفز هو عمليا نحن عم نشوف أنه في معلمين كل الوقت في حالة اغتراب يعني مش راضيين عن الوضع بس مش عارفين شو يساوه هذا وضع موجود اليوم في جهاز دربية تعليم أنه جهاز بتجاهلك كليا وبتعامل معك مجرد كأداة وكأرقام وما إلى ذلك وبيخلق حالي من الاغتراب وحالي من الفراغ القيمي في المدارس العربية بالذات أنه فيش أي تطارق للرواية الفلسطينية وإحنا بصدد هذا في موضوع سقل الهوية أخي شرف بس أنا في شغل اللي بدي أسألك عنها وبي أستغل وجودك معنا أنت تعلم أنه تم يعني اعتداء على معلمين ومعلمات ومديرين ومديرات وكان في شعور في فترة من الفترات أنه المعلم يهاب أنه حتى يدخل على الصف أو المعلمة تهاب أن تدخل للصف لديكم حلول في حال أخي بلال هذا موضوع آخر واضح أنه في عدة أمور بتأثر على دوره مكانة ونفسية للمعلم ودوره في جهاز تربية التعليم أنا أريد أن أتمحور في هذا الهقاء القصير حاول قضية المنتديات لسبب بسيط جدا قضية العنف نحن نبحثها وهناك عدة أيضا استقبلت نقبل هيك في هذا الموضوع وتطرقت لهذا الموضوع ولكن الآن نحن بصدد إقامة المنتديات نحن نعتقد أن تنظيم المعلمين في أطر مدنية في أطر مثل منتدى معلمي المدنيات ومنتدى التاريخ ونحن بصدد إقامة منتديات أخرى هذا من شأنه أن يدعم المعلم أن يؤثر على وعيه أن يطور وعيه أن يشعر المعلم أنه ضمن مجموعة وليس هو كل واحد يحارب لحاله في الصف ومتروك نحن كلجنة متابعة التعليم سنقوم على إقامة مثل هذه المنتديات في شتى المجالات نحن نعتقد أن هذا أيضا يجعل من المعلم لاعب مركزي في عملية التربية والتعليم ليس بس مجرد ناقل لمادة ووزارة المعرفة تضعها بدون ما تستشيره حتى نحن نريد أن يكون المعلم شريف هل لديكم تحفظ على مثلا ذكرنا موضوع المدنيات والماد التعليمي وحتى كتاب المدنيات ولا لازال هذا الموضوع على الطاولة عفكري أنت تعلم نعم الآن في عنكم تحفظ على مواد تعليمية أخرى عن طريق وزارة التربية والتعليم عمليا فينا مشاكل مع جميع المنهج التعليمية التي تضعها وزارة المعارف لم تأتي لتلبي احتياجاتنا ولا مطالبنا كجماهير عربي كأقلية فلسطينية في بلادنا أصلا لا تعترف فينا كأقلية فلسطينية ولا تعترف في علاقتنا في بلادنا وهذا بنعكس في كل في كل منهج التربية والتعليم يعني في دراسات عدتها لجنة المتابعة والمجلس التربوي في قبل ثلاث أربع سنوات ونشرت في كتابين كاملات في أشرنا إلى مشاكل جوهرية في عدة في عدة مواضيع في اللغات مثلا اللغات الثلاث بطبيعة الحال في التاريخ في المدنيات احنا بنحكي عليهم حاليا ولكن أيضا في التربية اللامنهجية وفي يعني كل موضوع ممكن تلاقيه برح تفحص وتلاقي نفس المحاور المشاكل الموجودة اللي عمليا بتتعامل معنا بشكل لا تعترفينها وهذا بنعكس بكل شي نعم أنا بدي أسألك عن موضوع الميزانيات يعني الإقامة مثل هذه المنتديات في ميزانيات لديهم موارد حاليا نحن نقوم بهذا العمل بجهد تطوعي من بمشاركة المعلمين ولكن نحن سنبحث ونبحث عن مصادر تمويل لأنه نحن نحن بصدد مشروع ضخم ولكن من تجربتنا مع منتدى معلمي الميزانيات قبل المنتدى يعني موجود مضبوط بدعم مرافقة من جمعية حقوق المواطن ولكن بشكل عام إقامة مثل هذا المنتدى لا يتطلب ميزانيات هائلة هو يتطلب وعي عند المعلمين ومجموعة قيادية يعني أكثر اجتزام تربوي للمعلمين والمعلمات وإقامة مجموعة قيادية من المعلمين والموضوع اللي هنفهمين الوضع ومستعدين إنه يخودوا باقي المعلمين يعني برأينا إحنا مضبوط إنه المطلب الرئيسي هو تغيير مناجة تعليم كلها في إسرائيل وتغيير كتب التدريس كلها في إسرائيل ولكن هذا الوضع هذا المطلب لن يتحقق في السنوات القادمة مش رح نتنازل عنه الطريقة الأخرى التي نحن بصدها مش أنه نرفع راير بيضة وأن نستسلم كل واحد بصفة بعالم المادة إنما إنه نتعامل مع المادة بشكل آخر يعني أنت تقول ربما تجديد وأكثر إبداع بوسائل التدريس اللي تمرر لطلاب حسب رأينا معلم واعي ومثقف بيقدر حتى من أسوأ مادة تربوية حولها لمادة لفرصة لعمل تربوي ناقض عميق إلى آخر يعني القضية التربية والتعليم هو عمليا في عدة مركبات الهتاب ومنهج التعليم هو جزء العامل الإنساني اللي هو بتنفذل جزء كبير لتخصيل التفاعل هو الجزء الأساسي جهاز أجهزة التربية والتعليم في كل العالم بتحاول تقمع المعلمات تربيهن إنه أنتوا بتمرؤوا المادة بتحضروا للمتحانات من قيسكو أصلا حسب العلامات وهذا هو إحنا أو المدرسة التربية الناقضة اللي بتتأثر أو إحنا متأثرين منها نعم واللي إحنا حسبها قمنا هذا المشروع بتأمن لا إنه العامل الإنساني هو الإشي المركزي هنا وإذا المعلم سوى سويتش براسه وشاف حاله كمثقف وإلى دوره في مجتمعه إلى دوره مع شعبه إلى دوره مع طلابه عنده رسالة أكبر بس من حضر الطالب للمتحان فيه أمور كثيرة ممكن تتغير في الصف شكرا جزيلا شرف حسان رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي شكرا جزيلا لك نخرج لنا لفاصل من ثم نعود نواصل موضوع قضية أخرى كونوا معنا عدنا من الفاصل ما هو دور لجان السلم الأهلي في البلدات العربية قبيل انتخابات السلطات المحلية في البلدات العربية وفي أي بلدات تنشط هذه اللجان يتواجد معنا هنا عاطف العالم عضو لجنة السلم الأهلي في كفرمندا وأيضا سأتطرق هنا إلى موضوع الشأن السوري كيف ينظر عضو الكنيسة من حزب ميرتس عساوي فريج للجوم الثلاثي على السورية ما ينطبعاته فيما يجري من انقسامات تباينات في المواقف بين أوساط قيادة الجمائر العربية حول الشأن السوري كيف تؤثر على المجتمع العربي تواجد معنا أيضا هنا عضو الكنيسة عساوي فريج من حزب ميرتس عضو الكنيسة من حزب ميرتس عساوي فريج مساء الخير مساء الفل أهلا وسهلا بك والأخ عاطف العالم وأيضا أنت رئيس مجموعة الإغاثة الفلسطينية 48 نعم بمجموعة بتعطي إغاثة كمال السوريين زورت سوريا زورنا المخيمات في الأردن وفي تركيا أنا أبدأ بلش معك عضو الكنيسة عساوي فريج إذن كيف يقرأ عضو الكنيسة عساوي فريج قبل الهجوم الثلاثي بعد الهجوم الثلاثي على سوريا موضوع التباينات بين الأحزاب المختلفة حتى في القائمة المشتركة أو التباينات بين أعضاء الكنيسة العرب في الشأن السوري مع كل أسف كل ما تذكر كلمة سوريا بالنسبة لي أنا بشعر بالمأساة واللي أمام عيننا من 2011 لغاية اليوم أكثر من سبع سنين مأساة اللي الشعب السوري قاعد بدفع ثمانها حرب أهلية طاحنة بسوريا ابتداءا من النظام لا كل الفئات الموجودة بسوريا اللي هي بنظر نحن تتحمل كافة المسؤولية على كل الضمار اللي موجود والصراع اللي حاصل في سوريا صراع الكواء الخارجية اللي كل مرة احنا بنشوفه بأشكال أخرى آخر مرة شفناه بالشكل التمثيل بكيف ترامب وتغريداته بتحكي عن هذا الموضوع ميت ساروخ يعني ايش منه النور مع كل أسف طبول الحرب هاي اللي احنا بنشوفها وهاي ما يسمى بساروخ هان مذبح هان كيماوي هان كل هاي طبول الحرب ممكن انها تبدأ بحرب مصالح على الأراضي السورية ولكن في ملخص المطاف المواطن العربي وأشلاء الضحايا اللي احنا بتشوفها هي بتدفع التمثيل شو كان محمود درويش رايح يجي يوم يصير سلم ولكن الفتاة ستبقى تنتظر حبيبها الأم ستتذكر طفلها اللي فقدته الأرملي ستتذكر لذكر هؤلاءك الذين رحلوا لذكر هؤلاءك الذين رحلوا هاي اللي راح يصير يعني كل المجازر وإبادة الشعب اللي سبع سنين الشعب السوري بيدفع فمنها وكلهم مسؤولين ابتداء من الرأس الكبير بشار لا كل الماليشيات اللي مشاركة كلهم يحملون يعني كلهم متآمرون على سوريا ومستقبل سوريا كلهم متآمرون كيد بدهم يحافظوا كل واحد على الكرثي وعلى منطق الكوة ومنطق السلطة ولا بدون حزاب طب شو رأيك أنا بدي جواب على سؤالي أه والكنيسة التساوي بالتباييونات اللي بتصير بين الأحزاب بتلاحظش إنه بنحط طاقة كثيرة وكبيرة في الشأن السوري بتلاحظش شوف من بالنسبة للأحزاب أنت قصدك للأحزاب العربية العربية شوف الصح صح والغلط غلط بشار الأسد سلطوي ظالم أنا فيش حاجة لما يسمى بربيع عربي أو حرب أهلية مشان أكتنع إنه بشار إنسان سلطوي ظالم ديكتاتور فيش حاجة هاي الأمور واضحة فنفس الشي ما يسمى بجيش المرتدين أو الدواعش أو الدواعش أو جبهة النصرة أو كل هاي كل هاي أذرع لأنظمة خارجية التركية والإيرانية والسعودية والسورية والأمريكية هاي حرب مصالح كل دولة تريد أن تحافظ على مصالحها الإقليمية وعلى حساب الشعب العربي السوري نعم أنا أريد أسألك أستاذ عاطف أهلا وسهلا فيك أنت الآن مش بقبعة رئيس لجنة السلم الأهلي بقبعة رئيس لجنة أو مجموعة الإغاثة الفلسطينية 48 أنتوا زورتوا المخيمات ساعدتوا اللاجئين حتى اللاجئين السوريين عملكوا إنساني تنظرون لكل ما يجري حول تباينات في المواقف أحزاب عديدة في القائمة المشتركة وحتى خارج القائمة المشتركة بخصوص سوريا شو بتقول أنت أنا حسب رأي المنحة اللي اللي أخذ في الانقسام داخل داخل الشارع العربي أو المجتمع العربي في فلسطينية الداخل مش كان لازم يأخذ هذا المنحة وبهذه القوة أنا حسب رأي على هذا القضية القضية بالآخر نحن نحكي على ثورة ثورة طالت واضح أنه كان بديدخل فيها شوائب واضح أنه بدأت تدخل فيها بآخر كشعب نحن كل الناس اللي سعدناه أو وصلناه إن كان في المخيمات إن كان في تركيا أو في الأردن لو أنت تعلم بشكل واضح جداً أنه نكبه بسبب النظام أنت تعلم في كل حدث تاريخي وهذا حدث تاريخي من 2011 وذكر هذا الموضوع عضو الكنيسة عساوي إفريج يعني في مصالح استراتيجية في مصالح إقليمية السؤال أين هي مصلحة الشعب السوري؟ شو كنت تسمع مثلاً من اللاجئين؟ كنت أسمع من اللاجئين إن هني صح أحياناً كانوا يقولوا أحياناً كانوا يقولوا يا ريت نرجع للوضع اللي كان على زمن نظام لأن هني متوقعوش إن هالأمور أو الثورة الطول لها الدرجة توقعوا إن الربيع العربي كما حصل على قليل على كما حصل هذا إذا كان ربيعاً عربياً؟ أنا حسب رأي لا زلت أعده ربيعاً عربياً أنا لازلت أعده ربيعاً عربياً ربيعاً عربياً لا يأتي بهذه السهولة نحن بدنا ننتقل من مرحلة ديكتورية إلى مرحلة ديمقراطية بهذه السهولة على فكرة فرنسا اللي هي أمة ديمقراطية في العالم انتقلت في خلال حوالي 40-50 سنة أقضى انتقلت هذا الانتقال يعني لازل نستنى كمان 30 سنة ذبح لا أقول إنه هاي العملية يعني يتم في خلالها صراع داخل مرة داخل شعر أنت تقول ثمن الدمقراطية هذا أنت شو أنت بتطرحون ثمن الدمقراطية أن يسقط آلاف المواطنين من الحل الشعب السوري ثمن الدمقراطية أن يسقط النظام بشكل فوري وتصير انتخابات حرة زيتها ما كانش فيك شو رأيك أنا رأي الحل السوري بسيط جدا كل الكوى الأجنبية المتصارع على الأراضي السورية من باب المصلحة ومن باب سرقة الثروات الطبيعية والتمكن الاستراتيجي هاي جانبا مصلحة الشعب السوري الجانب الآخر المطلوب حكومة انتقالية بشار جزء من الحل كعلويين لأنه التركيبة السورية من ناحية ديانات ومن ناحية عرقية بتطلب أنه بس روسيا تعطيه المضلة ما أنت بتعرف هاي ما عاش المصالح لأنه سوريا هي عمليا المعقل الوحيد لروسيا في الشرق الأوسط اللي هي اللاذكية وسوريا وبدأ هذا المعقل العسكري إذا ماذا عن الطرح عضو الكنيسة عساوي فوج؟ ماذا عن الطرح اللي بيقول في تآمر ها؟ في تآمر من أمريكا في تآمر من السعودية في تآمر من دول عديدة على الشعب السوري وعلى النظام السوري أنا بدي أنا بدي أتبنى طريق أخرى أنا بديش طريقة التآمر هاي طريقة الإنسان اللي بديوا يأكله مخرج لا كان هناك محاولة لتغيير لثورة لما يسمى ربيع عربي ولكن على الطريق طلعوا عليه أصحاب مصالح وأصحاب مطامع سياسية وأخذوا وغيروا مصاره أنا نظرية المؤامرة سهلة كلك كانت مؤامرة دولية لا أنا لا أستخذ بمجتمع العربي بالشعوب العربي كان هناك نية لا قال بلانه كان نظام سلطة ومازال ولكن أخذ لها مصار إحنا كعرب كأمة عربية موحدة صرختنا يجب أن تستمر لأنه إبادة الشعب اللي موجود بسوريا شيء لا يطاق هذا جونوسايد إبادة شعب قدام عيننا نعم أم تسألك أستاذ عاطف العالم أم تستغل وجود برضه وعضو الكنيسة عساوي فريش من موضوع لجنة السلم الأهلي يعني وكأن هناك حرب يعني نحن مقبلون على انتخابات سلطات محلية عربية إذن نحن مقبلون على حرب لم تتشكل أولا بسبب الانتخابات لجان السلم الأهلي لجان السلم الأهلي تشكلت قبل حوالي عام بقرار من لجنة المتابعة العليا بقيادة الشيخ رائد يعني فك الله أسره هو طالب الأخ طالب الصانع وتشكلت كيف بعرف حوالي 70-80 بلد بما فيها كوفرمندا الهدف منها هي معالجة كل أشكال العنف أو محاولة معالجة كل أشكال العنف اللجان الشعبية بمفهوم اللجان الشعبية سميت أنت تقصد عن قضية العنف نعم اللجان الشعبية إلها مردود ومفهوم ورنت صوت تختلف عن العنوان سميت التسمية أستاذ مش أنا اللي وضعتها سميت لجنة السلم الأهلي هو قال لنا لجنة متابعة لجنة متابعة طالب لجنة السلم الأهلي لجنة السلم الأهلي بتحاول تضع برامج وقائية لمانع العنف قدر الإمكان بكل أشكاله واحد من أشكال العنف هي حقيقة للأسف الشديد يبدو أنه إحنا في بالمجتمع العربي بعدنا بدنا شوي لتقبل الرأي الآخر ولتقبل الخلاف والاختلاف فبفترة الانتخابات منشوف الحد شو اللي تحرك الناس أنا بدأ يعني هل هي الكرسي لهالدرجة الكرسي هي كرسي كرسي لشخص وفي مستقبل بلد يعني أنا بدأ بدأ أسألك يعني نحن نتنازل عن مستقبل بلد مشان كرسي أنت يعني ما تشعرش أنه الصراع هو صراع على زعامة البلد يعني صراع أنت تقول صراع على زعامة الصراع إن كان في كوفرمندا أو في غيرها بتحس كأنه هو الصراع ليس لخدمة الكؤلية كوفرمندا يعني مش بزرد فيه ناس قاعدة بتركض وقاعدة بتتسابق منه يخدم كوفرمندا كثير من أيام العروب وأيام الإسلام ما بلش لغاية اليوم نحن العرب عنا مرض اسمه العصبية القبلية بالزمان الإسلام أجل قام العصبية مكامها ولكن نكلها لا الحمولي يا ويلك يعني عنا مكفر قاسم أنا بسمع لما يكون اجتماع لرئيسي معين بتعرف بيكون العريف يستقبل وفود عائلات اللي أجت علىها الفيلك البديري نعم أطي أسماء أو إلا الفيلك الفيلك يعني عائلتي بدير أجا فيلك داري بدير أجا فيلك داري صرصور يعني أنت بتسمع كأنك أنت موجود بساحة حرب والفيلك جاهي من كل زاوية وزاوية بالأسف يا جماعة الخير إحنا عنا في أمور إحنا من دور من جيل لجيل لعملية الإرت السيئة العصبية الحمولي مش الرجل المناسب في المكان المناسب يعني رئيس بلدية عنا لو أنه يحط أرصفة البلد كلها ذهب وإذا زعلنين منه من حمولته راحت علي يعني المفروض يعني خلينا نقول أبناء العائلة أنه يرضيهم ويعطيهم ويسكتهم هيك أصدق يعني وعني وكيف في الانتخابات هذي وشو كان هذي كعكي خذ السكين وشو بديك نعم طبعا عمي في مصلحة بلد في عجيال في عالم في مدارس في عنف في سلم أهلي بنظبته نعم بدي معا عشرين ثاني شو بتوجه أستاذ العاطف أول شيء أنا أعرض على شغلة المفهوم المفهوم الإسلامي ينفي العصبية بكل أشكالها والأحاديث النبوي واضحة جدا بهذا المفهوم أنا حسب رأي إذا فيه لجاب ولازم تكون فيه لجاب في كل بلد تحاول قدر الإمكان ضبط الأمور كان بانتخابات أو بغير الانتخابات حتى على مستوى الشعبي كان في عنا تجربة كالوجنة شعبية في كوفرمندا في حوالي 5-6 سنين منعت كثير من أشكال العنف إحنا وضعنا دوابة الانتخابات الانتخابات عندنا مثلا في كوفرمندا لن تبدأ إلا بعد رح نكمل رح نكمل مشوارنا طويل لشهر عشرة شكرا جزيلا لكم عدو الكنيسة نعم خليك معي إذا ما يمكن عدو الكنيسة عساوي فريج وأيضا أخ عاطف العالم وإلى مدينة الناصرة فنانون محليون يرسمون جدارية لفنانة المرحومة ريم بنا ما هي رمزية هذه الجدارية وكيف اجتمع الفنانون والفنانات ضمن هذا العمل ننتقل بالصوت الصورة مباشرة إلى مدينة الناصرة للتحدث مع الفنانة الرسامة إيمان بشارات أخت إيمان مساء الخير مساء الخير مساء الخير أهلا وسهلا بس شوية تصحيح أنا لست رسامة أنا المبادرة للمشروع وأنا المنظمة بتاعة المشروع طيب المبادرة لهذا المشروع أخت إيمان بشارات إذن حلو كيف أبادرت للم شمل الفنانين والفنانات ضمن هذا المشروع طبعا أنا فنانة بشغلات تانية وإلي كثير علاقات مع فنانين وفنانين تشكليين توجهت لصبية من مجد الكروم اسمها روان مناع وطلبت مني أني أساهم معها وأبادر معها في هذا المشروع فابتدينا بكل موضوع نأخذ موفقة الأهل طبعا الأم والأخ بعدين كان بدنا جسم داعم فتوجهنا لبلدية الناصر طبعا لأنه جدارية والجدارية بحاجة كمان إنك تأخذ الإذن بالنسبة للبلدية وين الإشي نحاط وين يكون فتوجهنا للبلدية وطبعا البلدية قدمت دعم كامل لكل المشروع نعم ومن هناك طبعا عن طريق من طريق الفيسبوك عن طريق عملنا زي إيفنت طلبنا مشاركة فنانين والإشي يبلش يتكون من هناك وبلش يكبر طبعا أختي مامي دا في إمكاني أنا بتخرج لفاصل خليكي معنا بدنا نخرج لفاصل وبرجع لك حول هذا الموضوع إذا نخرج لفاصل من ثم نعود ونواصل حول هذا الموضوع فيه معنا برضو موضوع آخر حول زيارة للكاتب ومطورة الصحة هناك مواسي إلى الهند ضمن مؤتمر للصحة هناك كونوا معنا نعم عدنا من الفاصل إذن نعود إلى يافة الناصرة للتحدث مع المبادرة للم الفنانين والفنانات الموضوع ومشروع رسم جدارية لذكرى الفنانة الراحل أريم بن إيمان بشارات مساء الخير ثانية مساء الخير نعم أخت إيمان ما هو عدد الفنانين والفنانات الذين شاركوا ضمن هذه المبادرة ضمن هذا المشروع المشاركة مفتحت طبعا لكل حدا بحب يشارك إحنا كنا مستعدين أي حدا بده يشارك يجي مرحب فيه بالأخير كان فيه خمس فنانين فنان اللي أشرف على كل المشروع هو الفنان محمد شريف من جنيم من فلسطين طبعا أجل خصيصا لهذا الهدف كان معنا صبي روان فنان روان من مناع من مجد الكروم كان معنا صبي فنان تشكيلية كمان حكاية حجر اسمها جمانة زعبة من نين صبي أزهر عياد من ناصري والفنان محمد أبو سحاء جرافتي كمان هو فنان من الناصري نعم يعطيك العافية الفنانة فنانة المبادرة لهذا المشروع إيمان بشارات من يافد الناصرة شكرا جزيلا لك شكرا لا عفو أهلين فيك ولا موضوع آخر الكاتبة ومطورة الصحة عناق مواسي من بقاء من مدينة بقاء الغربية تشارك في بعثة لدراسة تطوير الصحة بين الحضارات في الهند ماذا تخللت هذه البعثة وما هي أهم القضايا الصحية التي طرحت هناك معنا هنا في برنامج ذا اليوم الأخت عناق مواسي كاتبة ومطورة للصحة في المجتمع أخت عناق مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا فيك أهلا فيك نعم إذن ما الهدف من هذه الزيارة للهند شو عملت هناك في تاريخ 14 نوفمبر 2017 شاركت في مؤتمر عالمي بيوم السكر العالمي في مدينة بروكسل في بلجيكا فتعرفت على أعضاء في منظمة السكر العالمي وهناك طرحت عملي في مجال تطوير الصحة عند النساء العربيات ودوري في إرشاد لتطوير الصحة في المدارس العربية في وزارة التربية والتعليم على ضوء ذلك كمنا بترتيب وتنصيق وتنظيم مبادرة لدراسة تطوير الصحة ما بين البلدين ما بين الحضارتين اللي هي المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل والهند يبدو أحيانا يعني الهند شبه القارة الهندية يعني عالم أضعاف مساحة دولة إسرائيل من الجدير والمثير والملفت للانتباه الذهب إلى هناك بالذات بعد ما أتيح الصفر مباشرة من مطار تلقبيب إلى مطار دلهي فكانت تجربة مميزة يعني أنت أيضا طرت بالطائرة فوق المملكة العربية السعودية مظبوط هذا هو خط الطيران اللي في عليه نقاش لليوم نعم كان صفر مباشر في الذهب ست ساعات وربع في الإياب سبع ساعات ونص نعم تخللت الرحلة زيارة لمستشفيات كبيرة جدا حيث ألقيت محاضرة لقسم السكري والطلاب المتمرسون نسميه مستجيرم في قسم السكري في مستشفى ميني بال الذي بنية شيدة عام 2003 ويعد أكبر مستشفى في شبه القرى الهندية نعم حكيت عن نشاطنا في المجتمع العربي كيف ممكن نواجه السكري السمنة بقية الأمراض في مجتمع محافظ وكيف نحن في منظومة العمل في الإرشاد في المدارس ما مدى أنا سؤالي مكانة الجهاز الصحي في الهند يعني أنت مطورة للصحة في المجتمع أوكي لابد أن كان لك تقييم حول مكانة هذا الجهاز الصحي هناك شو كان تقييمك؟ تستغرب في إحدى المستشفيات في ديلهي اسمه مادانتا 20 ألف عملية زرع أعضاء من خارج الهند سنويا 20 ألف فهناك نهضة صحية في المجال في وزارة الصحة في الهند غير الذي أيضا نتحدث عنه عن الفقر عن التلوث عن الاقتضاد السكاني فضلا إلى ذلك لكن هناك فعلا نهضة عمرانية في الإنشاء في الستركتر أين هي النهضة العمرانية وأين هي الكثافة السكانية أو كنت أقول حتى الأحياء الفقيرة إذا أنت زورتي أحياء فقيرة هناك في مدينة ديلهي هناك حي كامل وكبير هو حديث نسبيا العمران تشبه عمران دبي مشاهد الصور الآن أخت عناق نعم مشاهد الصور بتشييد من الشركات الإماراتية نعم وأيضا هناك فقر مدقع لدرجة أنك ترى آلاف من الحشود من الناس في السيارات في الباصات في وسائل النقل المختلفة يعيشون باقتضاضها إلا يمكن العقل البشر أن يتصوروا يعني كنت في إحدى المترو مساحة لقلم لا يوجد اقتضاض هائل في اقتضاض يعني ضغط حتى للمسافرين والمسافرات في داخل هذه المركبات المترو بشكل مطلق نعم اقتضاض بشكل مطلق طب أنت انت انكشفت لهذه الحالة حالة المستوى الصحي في الهند كنت أقول بعض الحالات من الاقتضاض السكاني أو إذا كان في أحياء اللي هي متمدنة نوعا ما بس شو أنت تعلمتي شو هو الشعب الهندي سألت نفسي كيف يتعايش هذه الحشود من البشر دون أن يتلامس الآخر بالآخر ودون أن تصطدم مركبة بأخرى سألت نفسي هذا السؤال بالرغم من الكثافي وهناك ابتسامة وبريق في عيون الهنود الذين صدفتهم من خلال تجوالي في المدارس طبعا أنا كنت في زيارة مدارس ومؤسسات صحية لأبحث عن إحدى الأسرار ما وجدته أنه في المنظوم في الجهاز التربوي الهندي يتعلمون اليوغا منذ الصغر من جيل رياض الأطفال حتى الثاني عشر لليوغا في الهند ثلاث أسس التركيز الهدوء في السلوك ونظام صحي يعني يركزون على هذه العناصر هذه هي جوهر اليوغا يتعلمون منذ الصغر كيف يتسامحون ويتقبلون الآخر كيف يركزون وهم مبدعون في مجال التكنولوجيا وهذا السيل الجارف في السنوات الأخيرة في التطور في دولة الهند والجانب الثالث كيف يحافظون على أجسام سليمة وقويمة إذا أردت أنه تعطيني علامة على مستوى العلم والثقافي في الهند بناء على هاي الفترة القصيرة التي كنت هناك أنا أعرف أسبوع أسبوع يعني بناء على هذا الأسبوع أسبوع مكوثك في الهند شو بتعطيني شو العلامة اللي بتعطيني هاي يعني شيء شخصي وهو انطباع شخصي من الأماكن اللي زرتها الهند مكان جدير وحضارة جديرة بالدراسة والزيارة على الأقل محببة بالنسبة إلي درستها قبل انطباع خاص أنه التطور في الثقافي والتطور في التكنولوجيا لدى الهنود في المجتمع الهندي الداخل وعالميا يحتل المراتب الأولى في الهندسة وفي التكنولوجيا في الطب وبدأ أسألك عن المأكلات الهندي يعني لا بد أن أكيف هي المأكلات الهندي ما أكلته كان لذيذ جدا حار جدا مثل شربة الدال اللي هي مكونة من أنواع مختلفة من العدس طبيخ أو مأكل القلوبي اللي هو عبارة عن القرنبيت والبطاطا كل الأطعمة مغذية وغنية بالتوابل والحار لفت انتباهي الحلوة كلها حارة نعم الحلوة التي تقدم بعد الوجبة في المطعم لا بكلاوة ولا كنافي هي عبارة عن خليط من التوابل وحبيبات سكر من قصب السكر المنعشة التي تغلق الشهية يعني شعرت أنه فينكها بالمأكلات الهندي وتختلف عن نكهة مأكلاتنا هاي حضارة وهي حضارة نعم إذن يعطيك العافي الأخت عناق مواسي كاتبة ومطورة للصحة في المجتمع من مدينة باق الغربي يعطيك العافي شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا فيك إلى هنا نهي برنامج هذا اليوم عبر القناة الفضائية أهلا ببث حي ومباشر أطيب الأمنيات وأجمل التحيات من طاقم العمل المحررة الرئيسية لبرنامج هذا اليوم فريدة جابر برانسي مخرج قناة هلا ساري جابر أعزائي عزيزاتي كان معكم بلال شلاطن ألتقي بأمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة